حلقة النهاردة لطلب مخصوص من وولف جيمينج طلب البحيرات الشمالية يمكنكم طلب قبليها منجة من حديد وانا قلت له منجة من حديد اكيد هنلاقي في حديد منجة من كروميت اكيد هنلاقي في كروميت ولكن احنا بنحاول نعمل دليل عن الاماكن العادية اللي ممكن الناس تلاقي فيها موارد عادية طبعا بنفكركم كده انكم تكتبونا تعليقات عشان ان شاء الله نعرضها وتبقى فقرة اساسية كده قبل الفيديو نعرض تعليقاتكم جميلة اهلا بكم فيديو جديد من قناتكم وحلقة جديدة ودليل جديد ودليل بناء على طلب حدي منكم ان شاء الله مستني منكم تعليقات اكتر ومستني ندعم اكتر الفترة الجاية عشان نقدر نزود الفيديوهات ونقدر نعمل فيديوهات بناء على رغباتكم وطبعا طبعا القناة دي مكملة بيكم وعشان تقدر تكمل اكتر بنقول لا اي حد بيتفرج علينا الاول مرة يدوس على زرار المتابعة وكمان يفعل زرار الجرس عشان يجي له تنبيه على الفيديوهات بدايتنا ويلا بينا نشوف الحلقة النهاردة الحلقة النهاردة هتكون في البحيرات الشمالية يمكن البحيرات الشمالية احنا كنا رحناها قبل كده لما عملنا دليل العلاجات لان البحيرات يمكن من اكتر الاماكن اللي موجود فيها عشاب وزي ما تشايفين فيها الياف كتير جدا فيها عداء فيها غنائم فيها خشب بيمكن مستوى زي ما تشايفين واحد واثنين وثلاثة الالياف يمكن هي اكتر حاجة موجودة في البحيرات وطبعا فيها حيوانات كتير للناس اللي بتحب تفصطات دلوقتي او بتحاول تجمع جلود وبتحاول تجمع آآ يمكن المنطقة الشمالية هيبقى فيها الجلود اللي هي الساميكة اللي هي او عفوا مش ساميكة آآ اللي هي اللي بتتعامل فارو تمام آآ هنبتدي نشوف الموارد وبنجربها وبنخش بنلاقي اغسطاش ويمكن دي اكتر او من اكتر الاماكن اللي بنلاقي فيها اغسطاش يمكن انا لما كنت بحب آآ قلم اغسطاش او يمكن في الفترة اللي هي اللي في النص يعني المستويات اللي هي ما بين آآ خمسين وستين وسبعين الاغسطاش بيبقى مفيد جدا في ان هو يعمل العلاجات ويمكن البحايرات احنا عملنا قدارية عن العلاجات وقلنا اتكلمنا فيه عن الموارد اللي موجودة وان البحايرات يمكن من اكتر الاماكن آآ اللي موجود فيها علاجات او نباتات علاجية آآ طبعا هنا الحدس اللي بيحصل الاتنين الصحاب الواحد امش عايب دي واحد ولا واحدة بتاقي دي واحدة قررت ان هي آآ تدفعه في المية وتتخلص منه يمكن المية انا مجمدة آآ حاولت زقها ولكن ما تزقيتش مش عارف دايه ومفروض ان انا حاول زقها ولكن وقعتها في المية ووراها وكده ماتت وآآ طبعا نقدر نفتح طبعا يعني انا دي ما اجربتش ان انا سيبهم وامشي واشوف ولكن احنا بعد كده آآ الاحداث يمكن خدنا بدنا من بعد التعديس اللي فات ده ان لازم مسلا عشان آآ ناخد الصندوق اللي جنب الناس لازم نساعدهم ويا دي الفكرة بعد كده انك لازم تساعد الناس عشان تقدر تاخد الصندوق يعني مسلا الناس اللي بيبقى عندهم العجل المكسورة لازم اروح اصلح العجل عشان اقدر بعد كده اروح آآ ااخد الصندوق اللي جنبهم لو العصابة اللي هي بتهدد الست ان هي عايزها تدفع فلوس لو محتاجة ان احنا آآ نروح نساعدها ونقتل الناس ونخلصها من الموضوع ده آآ طبعا برضو الشخص اللي بيبقى في فوق العربية وفي زئاب آآ لازم نتخلص من الزئاب عشان نقدر ناخد الصندوق يمكن آآ الى حد ما الموضوع هيبقى آآ كويس لان انا شايف ان ده شيء طبيعي انا الصراحة مكنتش بساعد حد يعني الصراحة يعني هتحكي عليكم لا انا مكنتش بساعد حد لان انا في الاول في الاخر انا بيخد الصندوق وامشي فليه ليه يعني ليه اقعد اساعده او اقعد اضرب واقعد اخسر من الطاقة اخسر من آآ طلق المسدس ومن متانته فليه احنا كده كون كنا نبدأ اغدو فخلاص زي ما انت شايفين هو ده او تمام هو ده اللي احنا بنعمل منه الفرو بعد كده ده يمكن اغلب الحيوانات اللي موجودة هنا هي اللي بتكون ده الجلد بتاعها وطبعا الجلد ده نقدر نعمل بيه الموارد او نقدر نعمل بيه اللبس طبعا هنا ده بالجليد هننقتله بتالي ده بالجليد ده ممكن ما يكونش اه ده معا هنا ده ده الجلد مختلف الوحيد. آآ ده مرضو حدس اهو الاتنين مش عارف ليه الستات عنيفة في الفيديو ده مش عارف ليه. برضو ستة هي اللي قتلت الراجل وهنا برضو الستة هي اللي بتهددها فمش عارف ليه. آآ يعني كويسين مهناش ضعب الستات. آآ وادي هنا هي الستة مش عارف هي الستة من هي خايفة ليه. آآ ده في في مدمر واقفة على جنب هنا وهي كانت خايفة كده عشان المدمن لسه ما تلنهوش ولكن هنقتله مجرد ما نقتله بتاقي لي كده اخي اه كده كويس شكرا لانقاضي نبتدي ناخد الصندوق اللي موجود ونقدر نفتحه بعد كده. اه طبعا الحركة دي انا كنت شايفة ان هي طبيعية وانت شايف ان هي لازم تتعاملها لان ان انا الواحد ياخد صندوق ويمشي ده مش حلو. اه خصوصا يعني اه احنا كنا مستفيدين ولكن في الاول وفي الاخر هي اه بيحاولوا اللعبة تبقى الى حد ما واقعية. فجاي ممكن معهوش حاجة. اه ولكن عشان تبقى واقعية اكتر فلازم محتاجين ان احنا نساعد الناس فنبتدي نفتح السنة دي او تدينها جواز عليها وان احنا نفتح الصندوق زي الستة دي. الستة دي انا لو ما يعنقص دهاش طب ما هي هتستفيدي هتاحقود الصندوق وممشي. اه مهانا كده بفرقش حاجة عن اللصوص. فهيا دي يمكن النقطة اللي هم اه قالوا ان احنا بعد كده لازم نساعد الناس ودي هنا الدب الجليلي بتالي برضو الدب الجليلي ده هيكون اه معه الجلد اهو مستوى اربعة مش مستوى اه تلاتة. اه وطبعا هنا زي ما انت شايفين فيه اللصوص يمكن اكتر شوية من اه بقية الاماكن يمكن انا مش محتاج الحاجات دي طبعا اللي مش محتاجه على طول بنمسحه على اساس ان احنا اه يعني نفضي اماكن لحاجات تانية طبعا الاكل انا باخد كمية الاكل اللي موجودة يمكن كلها. على اساس ان احنا برضو الحيوانات الاليفة. الحيوانات العيفية بتاكل كمية اكل كتير جدا. يعني الواحد مش عارف يعني الصراحة الواحد عايز يمشي يعني يوضي استاط كتير جدا عشان يقدر يأكل وادي هنا طبعا. عشان برضو حد كان بيسألني على القضلوع. القضلوع بتطلع بصورة عشوائية زي ما انتو شايفين. اه وانحنا بنقة الحيوانات ساعات بيطلع في بعض الحيوانات بيطلع فيها اه اه اضلع طبعا الجد رفعا ده انك مش محتاجه قوي ولكن اه يعني خليه برضو عشان نبقى شايفين اللي موجود. اه اه ده هنا بقى انتي هم ترى اهو. هرب هرب هرب. هي واحدة برضو مش عارف ليه. انتو خدتوا بالكم برضو ان هي واحدة مش عارف الحلقة دي ممكن الستات فيها عنيفة قوي. مش عارف ليه? طبعا هنا الالفة برضو اه يمكن مع جلد مستوى اربعة ولكن بقتل حيوانات كلها يمكن مستوى اه تلاتة الجلد اللي هو الفرايد اللي احنا بنعمله بعد كده فارغ عشان نقدر نعمل اللبس اه الشتوي تمام? اه طبعا في الفقوق اللي موجوده على الارض دي معناها ان احنا غالبا هدقي المهمة بتاعة الست الهندية اللي قاعدة. اه يمكن واحد خلاص بقى حافظ القصة طبعا الجموس الامريكي هنا الجموس هنا مش كتير. فناخد بالنا برضو. يعني الجموس دي ممكن تبقى اه واحدة او اتنين في في المنطقة كلها. وناخد بالنا برضو ان هي جلد مستوى اربعة مش جلد مستوى تلاتة. ولكن بقيت الحيوانات يمكن زي ما قلنا اغلبها مستوى تلاتة ويمكن المنطقة دي الميزة فيها ان احنا نقدر نصال منها حيوانات ويمكن اه برضو زي ما قلنا اه فيها اعشاب او فيها يمكن النباتات بتاعت الاغستاش او اللي هي بتاعت العلاج. وكمان بنقدر نجمع منها كمية من الفاروهايد اللي هو جلد مستوى تلاتة. عشان نقدر نعمل لبس شتوي. لان دي برضو انا جات عليها فترة. كان عندي مشكلة في اللبس الشتوي. عايز اروح المنطقة الشتوية ومعيش لبس كتير. كان لسه الواحد لسه ما فتحش انا بيه كتير. فما كانش مستويات اللي اللبس عنده عالية. وكانت في حاجات اللي لسه ما فتحتهاش. اه فمش قادر اصنعها. واللبس بروح بيه مرة بيبتدي يتضمر. فالواحد ما بقاش عارف يعمل لبس تاني. ويمكن هي دي بقى مشكلة كبيرة. اه بالنسبة للناس اللي الاول ما بتفتح. يمكن دلوقتي ما بقيتش مشكلة اول ما بقيتش شايفها مشكلة. اه لان اللبس اللي شتوي بقى كتير. اه يمكن بعد كمان الفترة اللي عادناها كل مرة كنا بنفتح فيها الصندوق بتاع او السنديق بتاعة اللصوص. تمام? ادي هنا دي المهمة هو زي ما قلت لكم. تعطيل خطفة الاعتراضات. يمكن المهمة الى حد ما سهلا ان احنا نعملها. لان فيه تلات اعتراضات فنقدر اه يعني نقدر نروح نخلص عليهم. اه او نقدر نروح نبوزهم فنرجع تاني الست عشان تقدر اه نحمي الطبيعة. اه كنا بنقول السندوق بتاع قطاع الطرق او القطاع الطرق استاش عادت فترة. يعني انا اللي كرهني ان انا هفتحه اصلا ان انا كل مرة هفتحه الاقي لبس شتوي. فطبعا الموضوع ده هتحدث ويمكن شفنا في التحديث الاخير اخيرا ابتدى يطلع لبس تاني مش لبس شتوي فده شيء كويس. اه ولكن عادت فترة يعني ما بفتحهش عشان كل مرة بيطلع لبس شتوي. فبقى معايا لبس شتوي كتير. ولكن في الاول ما كانش معايا لبس شتوي كتير. وهدي يمكن النقطة المهمة للناس لازم تاخد بالها منها. اللعبة مراحل. يعني انت مش هتخش في ناس بتخش عايزة هتفتح المنطقة التلجية وعايزة تفتح عايزة تكمل الجسر وتعدي الناحية التانية يا جماعة انتم لسه مستواك وقليل. العب واحدة واحدة العب على حساب على حساب مستواك. برضو ناس تانية تلاقي حد مستواك خمسين وستين ويقول لك انا عايزة اخش التحالف انا عايزة دهب. يا انت لسه قدامك فترة. انت لسه قدامك حبة. فالعب حبة حبة. يعني العب حتة. ولن بتخلصها هتخش على حتة تانية. وهتبتدي تفتح منطقة جديدة. فلما تفتح يعني لما تفتح المنطقة الشمالية هتبتدي تروح كتير. فلما تروح المنطقة هتبتدي بقى تجيب حديده وتبتدي تبدل عنيابه المخالب وتبتدي تروح تجيب علاجات زي ما احنا شايفين كده. آآ كده مهمة حامل الطبيعة خلصت. فنرجع ناخد الموارد اللي موجودة مع السيدة الهندية. تمام? آآ فهي هي دي الفكرة. ان الناس دايما بتبقى مستعجلة. آآ عايز يخلص كل حاجة. عايز يخلص اللعبة وهي دي النقطة اللي احنا منتكلم فيها ان العاب الموبايل ما بتخلص. دي مش لعبة كمبيوتر. اللعبة كمبيوتر كمان ابتدت العاب اللي اونلاين ما بقيتش بتخلص. بقى على طول ينزل التحديس على طول ينزل التحديس على طول ينزل التحديس. ولكن آآ زمان يمكن اللعاب بتاعت الكنسل والالعاب بتاعت آآ الكمبيوتر زمان كان عندك هدف. انك مسلا ان هم عشر مراهل فانت عايز تخلص عشر مراهل وتخلص. وتبقى خلصت اللعبة. طبعا احنا هنلم هنا اجزاء اللي موجودة بالمرة بما ان احنا كده كانوا موجودين فنلم برضو كمية الخشم اللي موجودة وطبعا بما ان احنا كده كده معاه طبعا ضليل احنا شفناه وعرفنا ازاي نقدر نستخدم المهمة او نقدر نستخدم الشاشة بتاعة جمع الموارد الترقائية. فنقدر نجمع الموارد اللي موجودة او اللي احنا عايزينها بس. وطبعا آآ يمكن ده كده دليل يعتبر الى حد ما سريع كده عن المنطقة. آآ بتالي كده احنا يمكن خلصنا اغلب الحاجات اللي موجودة في المنطقة. آآ نكمل كلام كده ما احنا بنجمع بقية الخشم اللي موجود. آآ النقطة ان الناس عايزة تخلص اللي هي اللعبة مش هتخلص. وكل شوية هنزلوا تحديس. كل شوية هيفتحوا حاجة جديدة. فها دي نقطة مهمة جدا اللي لازم تاخدوا بالكم منها. آآ انكم تلعبوا للستمتاع. العبوا واستمتاعوا باللعبة. مش لازم احنا لازم نطلع الاول ولازم نعمل مش عارف ايه. ولازم آآ اخلص كل حاجة بسرعة ولازم اجري اعمل. لا خلص. واحدة واحدة. هتكبر. احنا محدش ابتدى فينا كلنا ابتدينا من مستوى واحد وعملنا الشخصيات. وبتدينا ننعب شوية. وبتدينا نجمع موارد. وبتدينا نقوي. وبتدينا نلاقي اسلحة. وبتدينا نفتح اسلحة جديدة. يعني. ماشيين خطوة خطوة. كلنا عاملين كده. فمحدش فينا ابتدى الدنيا مفتوحاله ولا ولا ان لا بيلاقي موارد. وكده كده احنا اللعبة محدش بيساعد حد. فاحنا كده كده معتمدين على نفسك. يعني انت معتمد عليك ومستواك في اللعب وعلى قوة لعبك. كده احنا يمكن خلصنا البحيرة الشاملية زي ما تشايفين كده خدنا كتير. اه خدنا اغستاش كتير. تمام? وده يمكن برضو اه ممكن اتناشر ده مش كتير قوي ولكن اه كمية كويسة تقدر نعمل مسلا منها اربع زيز فبرضو ينفعوا لو روحنا زيارة اه اربع خمس مرات. هنقدر ناخد كمية كبيرة. لكده كان الدليل بما ان وولف جيمينج طلب البحيرة الشاملية وانا قلت له ان شاء الله الفيديو جاي بحيرة الشاملية. فده الفيديو بتاع البحيرة الشاملية عشان خاطر وولف جيمينج بس. وبقول لكم بقى اكتبوا لنا كده في التعليقات ان شاء الله نحاول نسبة الفقرة بتاع التعليقاتكم. اي حد هيكتب تعليق حلو كده ان شاء الله نبقى نعرضه في القناة او نعرضه قبل الفيديوهات. وكده الفيديو بتاعنا اه خلص بتاع النهاردة. بنفكركم كده واحنا بنقفل الفيديو بتاعنا ان اي حد مش دايس على زرار متوعى يدوس عليه وكمان يفعل زرار الجرس عشان يجيلوا تنبيه على الفيديوهات بتاعتنا واستنونا ان شاء الله في فيديوهات تانية من قناتكم ايجيبشن جيمورز وولد.